أقام مجلس محل المهاجرين في مدرسة حينزال الثانوية الشاملة الثلاثاء وبالتعاون مع مديرية الأمن العام بحضور مدير مركز أمن المهاجرين المقدم محمد المجالي حفلة خريج دورة أصدقاء الشرطة والتي شاركت بها خمس مدارس وألقى ضابط ارتباط مجلس محلي أمن المهاجرين محمد موسى عبيد الله الفجاري كلمة ترحيبية بالسادة الحضور بكل الإخوة وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم الخير نجتمع بهذه الوجوه النيرة وإنه ليوم جميل نلتقي بهذه الوجوه ونأمل من الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا البلد الطيب والآن في هذه الفعالية أوجه من هذا المنبر تحية إلى مدير الشرطة وإلى عطوفة مدير الأمن العام رئيس مجلس إدارة مجموعة الحقيقة الدولية الإعلامية الدكتور زكري الشيخ قال إن المسئولية المجتمعية مشتركة بين جميع الأطراف في المجتمع وأن مفهوم أصدقاء الشرطة هو مفهوم مهم فالمسئولية المجتمعية لا تقتصر بتحقيق الأمن والسلام على مديرية الأمن العام أو على الأجهزة الأمنية بشكل عام من مخابرات عامة من جيش قوات مسلحة وقوات درك بل مفهوم الأمن المجتمعي يتعدى ذلك ليكون المواطن جزء لا يتجزأ من هذا الأمن الشامل حينما يتفاعل المواطن تتفاعل الأسرة تتفاعل الأم مع الوضع الأمني وتكون عينها يقضى على سبيل المثال على ابنها على سلوكيات ابنها مع من يسير من أصحابه من أصدقاءه الأب يكون أيضا عينه يقضى على أبنائه مدير تربية لواء قصبة عمان محمد الثوابية بيّن أن المحبة القائمة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين أتت بسبب جهود الأجهزة الأمنية بالمجتمعات المحلية نحن في هذا البلد نفتخر ونعتز دائما أن رجالنا رجال الأمن نشامة نشامة الأمن بكافة مرتباته قواتنا المسلحة طبعا هي درع الوطن وسياجه هذه طبعا ونحن نعمل جميعا جميعا سواء يعني قطاع مدني أو قطاع عسكري أو أمن عام وننسى طبعا دور الفرساء الحق نشامة المخابرات العامة لإلهم كل الشكر والتقدير كنا نعمل تحت ظل الراية الراية الهاشمية الراية الخفاقة دائما عالية إن شاء الله وستبقى إن شاء الله عالية بإذن الله تعالى وبهمة النشامة ونسمية أبناء هذا الوطن والآن اختلفت الأمور عند الأمن العام كنا يعني قبل كان في حاجز ما بين رجل الأمن وبين المواطن وعرجو يعني في حيانا تخوف منك تقول جبك الشرطي حس بالحكس الآن ما شاء الله صرنا حتى وإحنا ماشيين إذا ما في دورية نقول والله في الطريق شوي يعني في خوف لكن لما شوف دورية تركت ترتاح وتنبسط وقالت المعلمة هلزاغة أن العملية التعليمية وبالتعاون مع شركاء في المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة أمر مهم لتنشئة جيل وطني واعن نغفل دورة طالب قائد المستقبل وبناء شخصيته ولعل شراكتنا مع الأمن العام وإقامة مثل هذه الدورات التوعوية التثقيفية هي الحافز الأكبر في توجيه سلوك طلابنا وغرس القيم الإيجابية السليمة وتنمية روح المواطنة ومشاعر الولاء والانتماء للوطن في قالب تربوي متكامل ونحن اليوم نرحب بكم في مدرستنا ونستضيفكم لتخريج كوكبة من المواطنين الصالحين المنتمين لدينهم ووطنهم فحللتم أهلا ووطئتم سهلا واختتم الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية على المعلمات والطالبات المشاركات إضافة إلى الدروع التذكارية على الضيوف رامل عيسى الحقيقة الدولية